ينضم إلينا من فريق مراسل بي بي سي زميل عصام عكرمة وإلى القائم مزيد من الضوء عصام مرحبا ما هي آخر التطورات الآن سواء على صعيد العدد النهائي للضحايا أو على صعيد التحقيقات وما وصلت إليه الموطيات التي وصلت الآن تشير أن الشرطة قالت أن ما حدث هو عمل إرهابي يعني تأكيد رسمي أن هناك عملا إرهابيا حدث الأمر الآخر هو الكشف عن عدد قتلى حتى الآن من بينهم رجل الشرطة الذي طعن أمام مبدأ البرلمان بالإضافة إلى ثلاثة آخرين لا ندري إن كان الفاعل من بينهم ولكن العدد الإجمالي هو أربعة قتلى وعشرين جريحا حتى نضع المشاهدين في الصورة يتعلق الأمر بمحاولة دهس بالسيارة بسيارة على طول جسر ويستمينستر المؤدي إلى مقر البرلمان البريطاني سيارة يبدو أنها كانت آتية من اتجاه الضفة الجنوبية لنهر التيمز صحيح هذا ما حدث هي شاحنة صغيرة أو سيارة صغيرة كانت آتية من الجنوبية باتجاه مبنى البرلمان الذي يقع على نهر التيمز في البداية داهمت السيارة أو الشاحنة عدد من المرة ثم واصلت طريقها لتضرب الصور الخارجي للبرلمان وهناك ترجل الشخص الذي كان يقود السيارة وركض باتجاه مدخل البرلمان حيث قام بطعن أحد رجال الشرطة قبل أن يعالجه رجال شرطة آخرون في المكان بإطلاق النار عليه وما أدى إلى مقتله فيما بعد يبدو أن منافذ العملية كان ربما حالة يائسة لأنه استهدف مرة أبرياء على جسر ويستمينستر وطبعا تبين أنه لم يكن يحمل أي سلاح ناري في نهاية المطاف صحيح الأنباء التي بدأت بالظهور الآن كشفت عن شخصيته هو شخص معروف جدا للشرطة البريطانية شخص يدعى عمر بروكس كان قد سجن في السابق بسبب آرائه المتطرفة ودعواته إلى القتال هو كان قد هاجم البرلمان بالذات وقال أن هذا البرلمان هو برلمان الكفار ووصف نفسه بأنه يعيش في دار الحرب وأنه مشروع جهاد منه يجهد وقال قبض عليه وإداعه السجن لفترة قبل أن يخرج من السجن قبل عدة أشهر ولكن حتى الآن لم يصل التأكيد رسمي حول هوية الفاعل لكن أدت أنباء أدت مواقع ووكلت أنباء تحدثت عن الشخصية عندما تعلن هيئة شرطة العاصمة البريطانية المعروفة بالميتروبوليتين بوليس أن تدعو المواطنين إلى التقدم بأي تفاصيل لابد أنها تحاول أن تبحث ربا في أي إطار أو نطاق أوسع هل السلطات الأمنية التي تقوم الآن على التحقيق عندها صورة نهائية الآن هل يتعلق الأمر بحالة ما يوصف بذئب منفرد أو بشخص تصرف تلقائيا بمفرده أم أنها تحقق في أي سيناريو آخر محتمل بالفعل نوري في البداية كان هناك بعض الأنباء التي تحدثت عن وجود شخصين قالت أن الشخص كان في الشاحنة والآخر هو الشخص الذي طعن الشرطي لكن تبين فيما بعد أنه نفس الشخص إذن الشرطة تبحث عن شهود عين ربما كان معه شخص آخر في السيارة عندما داهم المرة لذلك طلبت من الجمهور تزويدها بأي معلومات عن الحادث عبوما الأسلوب البريطاني في ترتيب الإجراءات الأمنية حتى في منطقة حساسة كويستمينستر غير بعيد عن الوايتهول مقر الحكومة هناك إجراءات أمنية ما يمكن أن يصف باللوكي أو الغير الملحوظة هل بالنسبة لهذا الحادث اليوم سمعنا تصريحات في هذه الأثناء لجنة كبرى الأمنية منعقدة برئاسة تيريزا ماي ما الذي يمكن أن نستشفه بالنسبة لسلطات العاصمة الآن في مرحلة المستقبلية هو توازن دقيق جدا نور من ناحية الشرطة تريد أن تقوم بالتحقيقات والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الجمهور في المنطقة ومن ناحية أخرى هي لا تريد بث الفزع والرعب في نفوس أهل لندن والزوار والسياح أنت تعلم أن لندن مدينة كبيرة مفتوحة فيها عشرات ألاف الزوار والسياح بشكل دائم لذلك الشرطة حريصة جدا على أن ترسل الرسالة الصحيحة لكن دون أن تبث الضعر والخوف في أوساط اللندنين علما أن مستوى الاستنفار الأمني في لندن مرتفع حتى قبل هذا الحادث هل سمعنا شيء من الأجهزة الأمنية المختلفة؟ أما الوضع الآن أنها لا تزال مشغولة باستضاح أو استجلاء ما حدث اليوم في واسمينز أستطيع أن أؤكد أن الأجهزة الأمنة البريطانية تعمل على مدار الساعة على تأمين الأمن والحماية لسكان لندن هي لا تعلن كثيرا عن عملياتها لأن كما قلنا هي تريد أن تحافظ على الحياة الطبيعية لسكان المدينة لا تريد لذلك أن يتشوص لأن كما تعلم أحد أهداف الذين يقومون بهذه الأعمال هو تشويش الحياة إذن الشرطة حريصة والأمن والحكومة حريصة على أن لا يكون هناك جو من الضعر والفزع وأن يمارس الناس حياتهم العادية بشكل طبيعي شكرا جزيلا عسام عكري ماوي من فريق مراسل بي بي سي أشكرك جزيلا على هذه التوضيحات